داب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أملت صعب داب السماء كلما قربت له قرب والدعوة سم منها من غير أملت صعب والقلب هو السماء إلا إيمان بالله وصد كرم تلقى هو اللي بيقرب سلام الله عليكم ورحمته وبركاته مرحبا بكم أخوة الإيمان والإسلام في لقاء جديد من برنامجكم لعلهم يفقهون على قناتكم دي ام سي أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وأن يكشف الله عننا وعن بلادنا الداء والوباء والبلاء والغلاء والغباء إنه قريب مجيب الدعاء اللهم أمين يا رب العالمين أظنني طبعا أنتم بقيتوا فهمين ليه الواحد بيستعيز من الغباء لأن الغباء ده طلع فعلا مصيبة كارثة فضلا عن إن هو يعني الغباء هو يعني دمه خفيف عشان تبقى فهم يعني لأن كنت بتلاقي ناس بيقولوا كلام غير منطقي وبيتصرفوا التصرفات غير منطقية أو بيوصيروا المشكلات غير منطقية لكن عموما هو مرض دمه تقيل على قلب اللي بيعامل به إنما لو أنت واقف بتتفرج من برة لو أنت قاعد على المقصورة هتلاقي على اليمين الناس اللي مخوم في التراوة دول اللي مخوم ضايع خالص اللي عندهم مشاكل في التفكير وترتيب الأفكار واخد بالحضرتك وبتلاقي على الشمال الناس اللي بتحاول ترد على هؤلاء فبتلاقي مباراة في دي بيت في المسألة في حراك في المسألة فاحنا نبدأ ونستهل الحلقة بتاعتنا كالعادة ونقول اللهم احفظ شرطاتنا وجيشنا ورئيس جمهورياتنا الرئيس عبدالفتاح السيسي اللهم احفظه بحفظك وأكرمه بكرمك وأمده بمدى ديك يا رب العالمين واحفظ أولادنا من كل مكروه وسوء وارحم اللهم آب أنا وأمهاتنا صلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه وسلم كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة سيدي رسولي رب العالمين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد حنكمل كلامنا اللي احنا معرفناش نتكلمه مبارح ونقول انه ايه المشكلة في اللي طرحت نفسيها في موضوع الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أنا عاوز أقول لكم الإمام الشافعي هو كان رمزا للقدرة على التغير في الإفتاء الإمام الشافعي كان رمزا للمراجعات الفقهية الإمام الشافعي يعتبر شخصية مصرية الفقه الوحيد بخلاف الليس بن سعد رضي الله عنه وأرضاه ده هنتكلم عنه بعدين إنما بقول الليس بن سعد ده هو فقه أهل مصر ما فيش كلام يعني إنما الإمام الشافعي هو أحد الأئمة الأربعة اللي بقى أيقونة مصرية يعني بقى مصري حتى النخاع فأربع سنين تحول إلى إمام أهل مصر والتفى حوله المصريون وكانت التأثيرات على أهل مصر غير عادية حاجة فاخرة جدا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه هو إمام التجديد الفقهي كل ده أعداء مصر مش عاوزينه يحصل والمصر فهم مش طيقين إن مصر يبقى فيها رمز من رموز الفقه والتجديد الفقهي هم مش طيقين إن يبقى الدولة والمجتمع بيقدم للناس بيقدم للناس إن الدراما تقدم للناس والدولة تتبنى فكر التغير في الرأي التغير في الرأي أو تجديد الفقهي إزاي إزاي إن مصر تتبنى ملف التجديد الفقهي يبقى أي حاجة تتبنىها مصر في عيون أعداء مصر أمر غير مقبول وغير مستحب ولازم يتحارب بكل مقوته من قوة علشان كده الرسالة اللي بتتقدم من خلال الدراما شفت الدراما مهمة إزاي الأول شفت الدراما خطيرة إزاي شفت إحنا لما بنهتم بالدراما علشان كده أنا بقى طالب بقى طالب إنه يبقى فيه دعاء متخصصين في نقد الدراما لازم يكون فيه علماء أزاهرة متخصصين في فهم المحتوى الدرامي ونقد الأعمال الدرامية علشان ده طلع إن الموضوع خطير طلع إن الموضوع كبير طلع إن الموضوع يعني الموضوع الدراما ده بيشكل وجدان المواطن بيشكل وجدان المواطن يعني كل الصورة السلبية اللي كانت بتعطى عن دولتنا وعن الشعب المصري تم تغييرها بإعطاء صورة جديدة درامية درامية برضو بتبس رسالة طمأنة ورسالة تصحيح مفاهيم من غير بس من غير العمل الدرامي يبقى أنت بتفحط في البحر يبقى أنت بتحرط في الرمل مفيش مش هتلاقي نتيجة تذكر يبقى العمل الدرامي وظيفته هو الارتقاء بالوعي الجمعي التوجيه للعقل الجمعي العمل الدرامي وظيفته الدفاع عن الهوية يا جماعة الدفاع عن الهوية احنا كنا بنشوف الأعمال الدرامية غير المصرية غير غير المصرية تحب تسافر هناك عشان شجعوا السياحة عن طريق أعمال درامية غير مصرية بيقدموا بقى بحار ولنشات وقصور وفلل وحضائق وحاجة كده راقية فكانت الناس عندهم زكاء في المعالجة احنا كنا في الوقت ده فيما سبق أنا بقول أن الوضع ده غير دلوقتي فيما سبق كنا بنقدم ايه عشش خرابات الناس بتجري ورا بعض بالسينج الناس بتضرب بعض بالكراسي وبالشيش في القهاوي اه او تلاقي ناس قاعدة بتحشش او ناس بتاخد كانوا الحقيقة كانت الدراما اه يعني أطاعت بلدنا ودمرت بلدنا في الوقت ده فدلوقتي الحمد لله يا رب العالمين الاعمال الدرامية اعتقد انهم فاؤوا لهذه المسألة وان فيه تغيرات كتيرة جدا لازم انك تعترف انها بقت تدي صورة محترمة عن الشارع المصري وعن المواطن المصري وعن هو ده الكلام المهم المهم في وسط بقى مسلسلات واعمال الفنية بتاعت الحب والغرام وحبيبي سبني وحبيبي اكلني وحبيبي هاجرني لما نقدم عمل ديني عمل عمل درامي تاريخي ديني لقينا اللي بيسموا نفسيهم اسلاميين هم طبعا لا اسلاميين ولا حاجة هم سياسيين هم ناس بيلعبوا الجيم سياسة بس باسم الدين لابسين ماسك الدين اللي هو مجماعة الاسلام السياسي انت فاهم يعني ايه اللي كارهين مصر يا اما سلفيين يا اما اخوان من الاخر دول ودول عاملين ايه سابوا كل المسلسلات سابوا كل الاعمال الدرامية اياها التانية اللي هو اكتر من مش عارف اربعين مسلسل ولا وجم على مسلسل الامام الشافعي وعملوا معركة وافتعلوا حرب وخلوا خلوا يعني يعني بيروجوا هنا حرب ضد الاسلام واسلاماه واسلاماه ايهنا بقى لازم تقف ولازم تتأمل ليه باختصار شديد حقولها لك في كلمتين اول ما تلاقي السلفيين والاخوان بيهجموا حاجة يبقى الحاجة دي صح فاصل وانواصل ابقوا معنا قلتلك قبل الفاصل ان قضية السلفيين وقضية الاخوان المشكلة ان هما عندهم فكري احادي ما هو ده الفكري اللي تسيد لمصر في السبعينات انت ناسي ولا ايه في السبعينات تسنامي بقى الموجة العارفة لتسييد الفقه الحنبالي اللي حصلت في مصر فبقنا ناكل حنبالي ونشب حنبالي ونتنفس حنبالي انما فين بقى فقه الشافعي وفقه ابو حنيفة وفقه مالك لا اي واحد يتبع اي واحد من مذاهب التلاتة دول يصنف عند رموز اللي صحوة اللي بيسموها صحوة دينية بيصنف على انه مبتدع اهل هوى اهل بدع علشان كده احنا كازهرية لان عندنا بنادين الله عز وجل بهذا التنوع المذهب العظيم وهذا الثراء الرهيب بيتهمون بالبدع وبييتهمون لانه هم ما اروش حاجة في الفقه المذهبي فازاي بقى ها الاكادة بقى انك انت تقدم تقدم انه فقه مذهبي عن طريق الامام الشافعي يعني بالك لو قدمت احمد ابن حنبل او ابن تيمية والله ما كانوا تكلموا ولا فتحوا بقوهم بالعكس فالمشكلة عندنا انه هما ان انت بتقدم فكر تاني غير الفكر السائد عندهم الامر التاني بتقدم امام للاقمة بتقولهم يا مشايخ مصر مشايخ مصر حوالي تقريبا بتاع 65 الف شيخ اللي هما المعينين في الازهر او في الاوقاف 65 الف الغير معينين او غير المعينين لان غير اللي تدخل عليها قال غير المعينين دول اللي هما خطباء المكافأة والتصريحات وخلافه وعضاء هيئة التدريس دول عددهم انا معرفوش يعني انما دول ودول بتقدمرهم اللي سالة بتقولهم خليكم مارينين غير رأيك لو لقيت ان رأيك غير مناسب ترجع في كلام كل جماعة انا كنت انا شخصيا كان عندي تراجعات في فتاوى قلتها في بداية حياتي كنت فيها في قمة التشدد وربنا سبحانه وتعالى نور بصيرتي ويساعدني وتعلمت وقريت وسمعت وفهمت فبدأت ان انا اوضح الجديد فيه الارائف الخية اللي انا تبنته فييجي واحد سازج او قابله يقولك بص رجع في كلامه ده مش كلام ده الامام الشافعي بقول لحضرتك التغيرات بتاعته لا تعد ولا تحصى فهنا الامام الشافعي عندهم ازمة كبيرة جدا وبالذات لما تقدموا في قلب درامي محبوك القلب الدرامي المحبوك اللي انت مقدمه للناس بضمانة الازهر الشريف ومجمع البحث الاسلامية وهيئة كبار العلماء والمجلس الاعلى لشؤول اسلامية ودار الافتاء المصرية كل دول ويجي لك الشيخ حلاوة العن تابلي عشان نابس جلا بيها بيضة ولبس فيها طرحة ولا بتاعي يقولك انه هذا الكلام ضد الاسلام وهذا الكلام ده احنا هنا في كارثة احنا في كارثة لان هو الحقيقة الضربة دلوقتي مش موجهة لمسلسل ولا العمل فني الضربة موجهة لجهة الضمان اللي رجعت العمل اللي هي الازهر مؤسسة دينية يقولك مش مش معترفين بجودة العمل او بالمراجعة الرصينة والامينة للعمل التاريخي يبقى الموضوع ده وراه انا لازم يبقى عندك احساق يعني استشعار بهذه المسألة عشان كده العمل الدرامي اللي تقدم عمل راقي جدا انما انت تتعجب اني ما شاء الله لا قواتها الا بالله اللي لفندية اللي بيعلقوا على السوشيال ميديا كلهم بقوا نقاط فنيين كلهم بقوا خبراء في الدراما كلهم بقوا منترات ورجسيرات ومخرجين راكورات وكلهم عارفين الرؤية الشيكسيبيرية للمنظور السلاسي للحاقة الثالث لبريخت كله بقى بيتكلم بيقولك اصلي الاضاءة اصلي معرفش اصلي كان فيها كان فيه ساعة كان لأ حتى الفنان العبقاري انا عاوز اقوله احييه على الهواء الفنان العبقاري خالد النبوي اللي قدم الشخصية اختيار اكتر من موافق ومقنع للغاية وبيتكلم صحه وبينطق صح وكل حركاته مقنعة للغاية ودوة نفس الشيء انتهم مقدروا يتكلموا على انتوني كوين لما عمل شخصية عمر المختار ده ان الغاية دلوقتي فاكر صوت خرير الماء او انصباب الماء وهو بيتوضى وهو في الزنزانة المشهد مؤثر وعملوا انتوني كوين بقمة الابداع ومحدش يقدر يقول اي ملحظ فيه ولا تشوف اللي عقاد الله يرحمه المخرج العظيم لما عمل فيلم الرسالة وشوفنا قد ايه الفيلم تقدم عن طريق انتوني كوين مرة وعن طريق الفنان عبدالله غيس مرة الله يرحم الجميع يعني انا عاوز اقول لحضرتك ايه العبقرية دي ايه الاداء ده ايه اللي حصل الناس فخدت فكرة طيبة عن الاسلام خدت فكرة طيبة عن الدرام هي الناس كانت تعرف حاجة عن صلاح الدين الا من خلال فيلم صلاح الدين ايوبي ايوة حتقول لي ان فيه حاجات ما حصلتش وحاجات حصلت دي اسمها معالجة درامية دي لازم تحصل انما تيجي تشغلني تقول لي اهوة كان فيه طوبة احمر ايه ما كانش فيه طوبة احمر ازاي ما الى الطوبة احمر ده اختراعشك سبيري مثلا الطوبة احمر ده وتارشيميديس اللي عملوا الطوبة احمر ده عبارة عن ايه طفلة طفلة بتتحط في اوالب اختراع جديد عاوز يقولك ايه لا انت انت في الفترة دي اتماعرفش كانوا قالوا حاجة كده قالوا ايه يا ربي قالوا انه لابس نضارة لابس نضارة دي كان الراجل قاعد في البروفا شوفوا كدب بتاع الناس قاعد في البروفا بيراجع الاسكريبت بيراجع الورق اللي معاه اللي هنمشهد اللي همثله فطبيعة الحال ما هواش تفل صغير مش شاب صغير فبيلبس نضارة يقرأ الكلام ده ده في البروفا فالصورة اللي اتخدت ليه في البروفا هو قالك انه كان نضارة ويطلع فلاسفة العصر وفقهاء الحي وسماسرة النعش ويطلع اقولك ايه هو كان فيه نضارة ان نضارة تم اختراحها سنة كذا وكذا وكذا يعني بطالوا هكش يعني العبكم مفضوحة واسلبكم مكشوفة والمسلسل قمة يعني الحمد لله بصيص من الدوق في نفق واحنا شفنا قد ايه ان اهتمام الدولة باعمال درامية دينية تاريخية تغز الناس قد ايه افزع خفافيش الظلام وربالهم هذه العقدة وبعدين تعالى هنا بيتكلموا عن تكسيد السيدة نفيسة رضي الله عن ارضاه السيدة نفيسة من الصحابة السيدة نفيسة من اولياء الله الصالحين انتو خلطوا ما بين الولي والصحابي فالصحابي لا يجوز تكسيده هو والانبياء ودوة فتوى الازهر الشريف الفتوى الازهر الشريف انه لا يجوز تكسيد لا صحابي ولا نبي انما هل الفتوى الازهر الشريف قالت اولياء الله او الناس او الطيبين او المؤمنين او العلماء او الفقهاء قالت لا هل يجوز تكسيدهم انا مش فاهم هم جابوا الكلام ده من اين وبعدين بقى تعالى حضرتك شوف قضية اللي اثروها اللي هي قضية اللغة انا بس عاوز افهم قضية اللغة عاملالكم مشكلة ليه هو وظيفة العمل الدرامي يعمل ايه مش وظيفة العمل الدرامي انه يكلمك انت ولا يكلم الناس اللي كانوا موجودين من سبع تلاف سنة لا الموضوع ده اوز يتشرح تعالوا حقولكم حاجة في منتهى الطرفة ومن القرآن وحقولك على التكسيد ومن القرآن عشان حضرتك تطمئن الى انه المؤامرة ضد بلادنا لن تصل الا الى طريق مزدود فاصل وانواصل ابقوا معنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رحلتنا وزيرتنا لمستشفى البر والتقوى في ضمياط من داخل اكبر حجرة من حجرات العمليات الاربعة اللي موجودة في مستشفى البر والتقوى احنا جينا قبل كده ولكن ما كانش هذا المكان معد بهذه القوة زي ما نقول او عدد الاجهزة واي جهاز هنا زي ما احنا شايفين ممكن يصل سعره على الاقل لحوالي ستة او سبع مليون جنيه زي ما اقول الجهاز الاشعة موجود زي ما اقول ان سرير المريض بيتحط عليه عشان يتنقل من السرير اللي جاي من الاوضة علشان بالمريض وبيتنقل على السرير العمليات اللي احنا شايفينه مهم جدا وانحنا بنعمل العملية ان احنا نكون دائما يقضين فعشان نعمل المزيد من اليقضة بيتم وضع جهاز الاشعة الثورية بالفعل عندي اجهزة المناظير اللي موجودة موجودة معايا هنا ده جهاز المناظير اللي موجود وبعد كده بجهز من جهاز المناظير دوت ان انا حعمل منزل المريض اللي موجود قدامي عندي جهاز الاشعة موجودة اشعة دوت يعني داخل تحاولي 7-8 مليون جنيه اسأل الله تبارك وتعالى اللي تنقطع زيارتكم واتصالاتكم لجماعية البر والتقوى وما تقدم جماعية البر والتقوى لضميات اشوفكم على خير ان شاء الله للتواصل مع جماعية البر والتقوى المصرية اتصل على 19-0-38 او من خلال الحساب البنكي 19-0-38 من يومين كده كتب واحد من الدعاء المحترمين جدا يعني بصت لذيذ خالص انا الحقيقة عجبني لانه قلت الحمد لله ده ما شاء الله ده عندنا ناسا هي ما شاء الله يعني عندهم رؤية يعني بيقول ايه حكموا برفض المسلسل اللي هو مسلسل امام الشافعي بعد عرض 3 حلقات فقط يعني رفضوا المسلسل اول 3 حلقات طب ما كملتش حاجة يعني انت بترفض على بيض حكموا برفض المسلسل بعد عرض 3 حلقات فقط فهل هذا تقييم صحيح لا تتعجب عندما ترى طيارا بعينه فقط هو من يهاجم عملا دينيا بمجرد بدايته فالامام الشافعي صاحب النموذج الامسل لتطوير الفقه من القديم الى الجديد وهذا بالطبع يربك حساباتهم يربك حساباتهم بشدة واللهجة المصرية هي الاقرب لقلوب الناس ولا يوجد مانع شرع من استخدامها دراميا والسيدة نفيسة رضي الله عنها وارضها ليست من الصحابة بل هي شخصية مصرية رغم كونها من آل بيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلافة بين الازهر والافتاء على جواز تقديم شخصيات الصالحين ده الكلام الموزون بتاع راجل فاهم وقارئ ومدرك ده كلام الداعية خالد الجامل ربنا يبارك فيه واحييه على الهوى على هذا البست اللي انصف وضع الامور في نصابها الصحيح انا بس عاوز اعلق على الكلام المهم بتاع التكسيد شخصيات الصالحين يا جماعة الخير يا جماعة الخير بالله عليكم هو وظيفة ضرب المثل ايه حلوة اوي المثل ربنا يقولوا يضربوا الله الامثال للناس لعلهم يتفكر ضرب المثل وظيفته ايه ضرب المثل وظيفته تبيين الغريب الى واقع مشاهد او او تصوير ما ليس مرئيا بصورة مرئية فلما اقول لك علي كالاسد اكيد انت عارف انه الاسد حاجة وعلي حاجة تانية سعيد كالاسد اكيد انت عارف سعيد حاجة والاسد حاجة تانية انما لما تتصور انه سعيد ديل وودان واربع رجول يبقى انت تحتاج الى مصحة نفسية منتش محتاج لواحد يضرب لك مثلا فلما اقول لك سعيد كالاسد تعرف ان فيه وجه شبه اللي هو القوة اقول لك ايه محمود كالبدر يبقى اصدق انه انه الرجل فيه استنارة وفيه نور كده زي النور اللي اللي باين من وشكه عبر الكاميرات دلوقتي فيبقى معنى ذلك ده ده مفهوم ضرب الامثال لا يقصد منه المطابقة بصي بعم ببيت ازاي لا يقصد منه المطابقة علشان كده ربنا بيقول مثلو نوره كمشكات فيها مصباح يجي واحد بقى ما بيفهمش او سازق يقولك يا سلام نور ربنا هو لمبة زجاجية في مشكه ما ربنا ما قالش كده ربنا قال مثلو مثلو ما ده بيقوله بالانجليزي for example يا حضرات يعني ده للتمثيل وليس للمطابقة وليس للمطابقة طبعا اللي هيتحرف كلامه هيحرفه زي ما هو عاوز لكن عاوز اقول لحضرتك ان المثل لا يقصد منه المطابقة لم يقول مثل الجنة التي وعد المتقون يقولك يا مثل الذين اتخذوا من دونها كل الايات القرآنية اللي بتقول مثل لا يقصد منها المطابقة فلما يجي سيدنا جبريل عليه السلام وهو شخصية ملائكية عظيمة يتجسد في صورة بشرية ما تقولش انه ده تشبيه بالأدنى لا أبدا ده تصوير علشان ستنا مريم تطمئن اذ أرسلنا إليها روحنا فتمثل سمعت فتمثل يعني مثال فتمثل لها بشرا سوية لما في حديث عمر بن الخطاب اللي حضرانكو كلكو حفظينه بينما نحن جلوسا عند رسول الله اذ دخل علينا رجل لآخر الحديث وكان سيدنا جبريل وقعد يعلم وبعدين بعد ما مشي قال أتدرون من السائل قالوا من يا رسول لقال هذا أخوكم جبريل جاء يعلمكم أمر دينيكم فضرب المثل أمر ليس فيه كلام لا يعني ما فيهوش أي شغب أو خلاف جاي بعد كده يقول لك إيه لا وهو الإمام الشافعي معروف أنه هو يرى ضرورة أو وجوب الجهر بالبسملة في قراءة الفاتحة في الصلاة وهو في الزنزانة في اللقطة الأولى حسب ما كتبه قال لك أنه هو ما جهرش بالبسملة ده مخالف لفقه الإمام يبقى أنتو ما خدتوش بالكم اللقطة دي من أروع لقطات المسلسل لأن من طبيعة الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه كان يحترم المذهب الآخر يعني الإمام الشافعي لما كان عند قبر الإمام أبي حنيفة ترك القنوط احتراما لتلاميذ أبو حنيفة فلما يكون في مصر أو في المكان اللي هو كان فيه مثلا ويرى أن هؤلاء الناس الذين معه على مذهب الإمام مالك الذي يرى كراهية الجهر بالبسملة مذهب مالك يرى كراهية الجهر بالبسملة مذهب أبو حنيفة ومذهب أحمد بن حنبل يرى سرية أو ضرورة الإصرار بالبسملة في الفاتحة يرى عدم وجوبه الإمام الشافعي فقط اللي يرى وجوب الجهر بالبسملة رضي الله عنه في الجهرية والإصرار بها في السرية فالإمام الشافعي احترم الذين يصلون معه خلفه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه أرضاه تعال حضرتك لمشهد اللغة هو أنا بس عاوز أسأل أنت بتقول اللغة دي اللغة العامية دي ما كانتش ساعتها أي أنت عارف ساعتها كانت لغة إيه محترم كانت اللغة القبطية أنت تقدر تفهم اللغة القبطية ساعتك تقدر تفهم اللغة القبطية يعني بالله عليك يعني حيكلمك في الدرامي في العمل الدرامي باللغة القبطية عشان تخرج ما أنتش قادر تستوعب المعنى إيه هو عاوز يوصل لك ده ربنا بقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي ليبين لهم لا حول علاقات إلا بالله فلازم يترجمها لك بلغة أنت تفهمها اللغة العامية اللي تتناسب مع أدنى مستوىات الثقافة في مصر دلوقتي وقلنا اسمها لغة مش لهجة عامية كمان واللغة العامية دي أصلا لغة عربية فصحة إنما حورت بألسلة المصريين إنها اللكنات أو اللهجات اللي بنكلم إنما هي لغة لا ومش كده وبس أنا عاوز أسألكم سؤال هو ربنا سبحانه وتعالى لما نقل لك كلام النملة في سورة النمل وقالت وقالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون أنا عاوز أقول لك الإمام السيوتي طلع منها حداشر فرع من العلوم البلاغة حداشر في الجملة بتاعتنا في الباب 56 في علوم القرآن هل النملة دي بقى كان بتخريجت إحدى الكليات اللغوية خريجة أداب ولا خريجة دار علوم ولا خريجة كلية اللغة العربية قالت نملة يا أيها النمل ودخلوا ما سبت قلقرة الدلوة هل هذه النملة كانت خريجة اللغة العربية أبدا إنما اللي حصل إن ربنا ما نقلناش بلغة النمل علشان ما كوناش هنفهم حاجة إنما ربنا نقلنا كلام النملة باللغة العربية الفصحة التي تفهمها حضرتك والتي اختارها القرآن ومنهاجا له فلما ييجي وبعدين انتو خدوا بالكم الحاجة هو انتو الإسلام دخل مصر في القرن إيه في القرن السابع الميلادي الإسلام لما دخل مصر أنا بس عاوز أسأل سؤال لحضارات السادة الفلاسفة فلاسفة الهيجاء فلاسفة الهيجاء دول لا بالله عليكم الإسلام لما دخل مصر قضى على اللغة القبطية في خمس تيام ده فضل صراع ما بين اللغة القبطية واللغة العربية الوافدة استمر قرون لدرجة إنه لم تتم ترجمة أو في كتاب اسمه عندما أصبحت اللغة العربية لغة القدسين للدكتور اسمه ساموئيل معاود في جامعة منستر الألمانية أيل كده أيل إنه لم تتم ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية إلا بعد دخول الإسلام إلى مصر بحوالي خمس قرون يعني بعد موفاة الإمام الشافعي في المسلسل اللي انت شايفه ده بخمسمائة سنة إنما كانت اللغة السائدة إيه؟ كانت اللغة القبطية اللغة القبطية هل انقرضت؟ لا ما زالت موجودة إلى الآن على ألسانة المصريين هو أنت لما تتكلم اللغة المصرية ما زالت متسيدة للموقف ولذلك هل يقول إيه؟ أمشير برمهات بقونة أتوت مصري معرفش كل هذه ألفاظ قبطية تدل على تراصنا المصري الموضوع اللطيف جدا بس طبعا اتعلموا إزاي تكونوا موضوعيين اوعوا تنجارفوا وراء جماعات وخفافيش الظلام اللي عاوزين يدفو نور الوعي والثقافة والعمل النافع للناس رحمة الله على إمامنا الإمام الشفعي وأرجو بهذا العرض السريع إننا كنت فنت بعض دعاوة المشبوهة والمتهافتة لأولئك النابتة غفر الله لنا ولكم صلى الله على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين كاشف الغمة وباعث الهمة ومنقذ الأمة ورضي الله عن سيدي مجدد الأمة الإمام الشفعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة